دعو ناخد اجزامبل تاني هو الماجنيزيوم كلورايد الماجنيزيوم كلورايد الماجنيزيوم متل والكلورين استيل معنا نفس الكلورين non-metal الكوسترين اللي معايا بيقول illustrate by drawing Lewis electron dot diagram of the ionic bond in magnesium chloride نفتكر مع بعض ايه هو Lewis electron dot diagram Lewis هو scientist قال لي ان هو يقدر يعمل express او علمنا ازاي نعمل expressly valence electrons جوه formula او diagram بسيط جدا بيتكون من ايه بيتكون من the sample of the element وحواليه valence electrons والتوزيع دي بتميز لي كمان ما بين the two actions اللي بياخدهم valence electrons during the formation of the bonds منهم اللي حيدخل في البوند فحسميه bonded electrons ومنهم اللي مش حيدخل في البوند وستيل موجود في the outermost orbitals بتاعة الاتم دي فبنسميه lone pair of electrons تعالوا نشوف مع بعض الماجنيزيوم الاكشف بتاعه هيعمل ايه نفتكر مع بعض كده الماجنيزيوم الاتميك نمبر بتاعه 12 هاجي عمله electronic configuration 2 8 2 يبقى الفالنسي بتاعتي 2 الoutermost energy level عنده 2 electrons فيبقى الفالنسي 2 الالمنت اللي معايا التاني هو الكلورين 17 برضو electronic configuration بسيط according to the principal energy levels فelectronic configuration هيبقى 287 يبقى دا عندي 7 electrons في الoutermost energy level محتاج 1 electron علشان يكون stable ياخد الchemical formula بتاعة او electronic configuration بتاعة الnearest noble gazley اللي هو الارجون والماجنيزيوم هنا عنده 2 electrons عايز يعمل لهم losing علشان ياخد الchemical formula او electronic configuration بتاع الnearest noble gazley اللي هو النيون عندي واحدة ماجنيزيوم وفي الفورمولا ايه اللي أنا في عندي اتنين كلورين يبقى الماجنيزيوم هيعمل losing ل2 electrons دول وحيوزعهم على L2 chlorine atoms اللي معاه هنحط مع بعض الماجنيزيوم في center زي ما قلنا lose structure اللي حط sample في النص ووزع اللي ايه electrons valence electrons حواليه نحط واحد يمين واحد شمال ونحط الناحية التانية الكلورين الاولانية والكلورين التانية الكلورين عنده 7 electrons يلا بينا نوزع على شكل dots valence electrons ونحية التانية نفس الحكاية برضو نوزع 7 electrons ادي هنا عندي البونت حتتكون هنا مبين ال 2 pairs دول طب ايه اللي هيحصل لا والله هنا هيحصل الاتي الماجنيزيوم هيوزع هيوزع ال 2 electrons بتوع دول وحيديهم ليه الكلورين فيتحول عندي الماجنيزيوم لpositive ion with 2 charges والكلورين كل واحد اخد electron زيادة فتحول معايا لnegative ion وحوالين كل واحد منهم ال 8 electrons الكاملين بتوعه عشان ياخد الفورمولة اللي stable بالنسبالي وبكده يبقى احنا رسمنا lowest electron dot sample أو diagram زي ما قلنا كده ان انا عندي الماجنيزيوم مثل tend to lose electrons ويتحول لي positive ions زي ما احنا شايفين والكلورين non-metal tend to gain electrons ويتحول لي negative ion وده example لالionic compounds اللي احنا قلنا انها بتتكون ما بين المتال between metals and non-metals by losing and gaining electrons